اشتركوا في القناة حج أمينة رشيد ما عدبت ما تعدبت كنا في ضرف وجيز دخلت المسحة وبعد سويعات قليلة التحقت بالرفيق الأعلى فطبعا سيظل مكان الحج أمينة رشيد شاغرا في قلوبنا ولكن هذا قضاء الله وقدره لا رد لقضائه ولقدره فكل ما يمكن هو أن تلهج ألسنتنا لها بالدعاء الصالح وإن شاء الله رحمن الرحيم والله يلحقنا بها مؤمنين بحول الله تعالى والله يرحم كافة الفنانين والفنانات في المغرب ومن خارج المغرب نحن نرى أنه أصبحت هذه الأسماء اللامعة والبراقة تتساقط سنة وسنة ولكن مشي حرام في سيدربي خصوصا إذا كان هؤلاء الفنانين منطينة وحجم وقيمة وقامة الحج أمينة رشيد فالحمد لله فلا يناموا هادئي مطمئني قريري العين لأنهم تركوا فرجة هادفة للشعب المغربي والشعب العربي من المحيط إلى الخليج المغرب فقد أعلم من أعلمه التقافية والفنية الكبيرة التي كان لها دورها في رفع إشعاع التقاف المغربية في ترسيخ القيم الوطنية المغربية في تعزيز بناء الشخصية المغربية المعاصرة السيداء من الرشيد رحمة الله عليها تميزت بعطاءتها المتنوعة إذاعيا مصرحيا سينمائيا تلفزيونيا نصلى عز وجل لها الرحمة والمغفرة والجنة بإذن الله ولأهلها الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجع إن الله وإن إليه راجع إن لله ما أخذ والله ما أعطى الله ما تبيعين هذا السؤال الله ما تبيعين هذا السؤال هذا دعاء تحتاج الآن بما أن الآن تم دفن ديالها وما دفينت إلا إلى جوار أستاذ عبد الله شكرون الله يرحمه وسكنه حتى والفردوس الأعلى ويجمعهم بعضيتهم يا رب وما ذلك على الله بعزيز شخصين بصمة في الحياة التقافية المغربية كثير من بذور الخير الله يرحمه ونستعي لهم ونتمنهم الله يصبر الخلف ديالهم ومحبين ديالهم والعائلات ديالهم كل مغاربة فنانين وغير فنانين مصاب جلل مصاب جلل أكيد يعني رزق المغرب في أحد جباله الأطلسية التقافيا بشكل كبير جدا الله يرحمه وسهلا والله يجعل الخير في الخلف يا رب إن لله وإن إليه راجعون افتقدنا الحجة أمينة راشيد فنانة كبيرة فنانة رائدة من الرائدات الفن المغربي واللي فنانة محترمة بكل ما يعني ما تعني الكلمة يعني خلت واحد تاريخ إلا في تلفزيون أو في السينما أو إلا في المسرح يعني غير تبقى في الذاكرة والله يرحمها ورحم جميع المؤمنين إن لله وإن إليه راجعون المغرب ليم تفقد واحد سيدة كبيرة واحد سيدة اللي اعتدت الفن المسرحي والسينمائي واحد العمل الكبير وعمل محترم وشبار مدة 60 سنة رفقتها زوجها المرحم سعب الله شكرا والله يرحمه اللي كان كذلك من رفقها وزميلها في العمال وفي الإبداع هاد السيدة دي أنا أعتقد أنه لا تعوض واليوم أن المغرب تخصو ينتظروا واحد مئة عام باش تكون عنده واحد سيدة سيدة الشرشة بمعنى الكلمة لمستوى الأخلاقي ولا لمستوى السلوكي العام ولا لمستوى العاطفي ولا لمستوى الإبداعي ولا لمستوى التقافي وكل شيء يتوفر فيها السيدة السيدة كانت نخوة الشاشة المغيبية كانت نخوة التلفزة المغيبية أمينة الرشيد مع الرباب ومع العوني وهذه أمومة كبيرة هي تتبغيني لعم معه هذا هو الحد برحيل فنان الأستداء أمين رشيد يقول المغرب قد فقد اسما فنيا ثقافيا كبيرا ينتمي إلى الجيل المؤسس الجيل الذي حملها الكائل يمسؤولية تأسيس ذائقة فنية وتقافية مغربية عبر الإذاعة والتلفزيون وخشبات المساريح وعبر السينما بذلك السيدة أمين رشيد رحمه الله فنانة جامعة امرأة استطعت أن تجيد إذاعيا وتلفزيون وسينمائيا وأن تجيد شخيصة بكل دقة باللهجات المغربية وبالعربية الفصحى إضافة إلى ثقافتها الواسعة بحكم أنها زوجة رفقت أحد علامات ثقافة والفن في المغرب أستاذ عبد الله شكورون فإن كانت السيدة رحمه الله تحيا يوميا حياة إبداعية متجددة داخل البيت وكان ذلك التجدد ينعكس بالضرور على أعمالها الفنية لقد فقدنا سيدة من السيدات الكبيرات الرائدات اللواتي سيبقينا في ذاكرة المغربة لأنها سيدة استطعت أن تتغلب على كل إكراهات البداية وأن تصمد إلى غاية اليوم الذي اختارها في الله إلى جواره وقد التحقت به وسط حب شعبي جماعيري كبير يوسي نقول لك الله يرحم الفنانة كبيرة أمينة رشيد كان أعتقد بأن أمينة رشيد الميزة دي لها حقيقية بأنها مصار طويل مصار كان فيه كثير من العطاء كثير من النجاح في المزال الشخص وهي أيضا مبقى جدا بغد نتكلمه عن ممثلة أو فنانة بل أعتقد بأنها مدرسة الآن مدرسة التي تشتغل مع ممثلات وممثلين مكتر لاستبدو من المدرسة استبدو منها من حيث طريقة العمل الانضباط روح البشاشة القوة أمام الكاميرا والصرامة في العمل إذن المسائل كاملة رجعت من المرحومة مدرسة لاستبدو منها أجيل ديانة من الممثلات والممثلين وسستفيدوا من الأجيال القادمة صراحة كانوا الناس في المستوى وكانوا الناس شخصيات من الممثلين وسياسيين من الشرطة وكانوا حاضرين الناس بزاف وكانت الممثلة التي تهيئة مزيانة ورياج برعن تهيئة وكانوا الوزارة وكانوا زعمة صراحة وآخر ما نقول الله يرحمها وستعليها يقول لك وقفين في الدكرة على شرف السيدة أعطت الكثير للإبداع والمصرح من الستينات زوجة دي الزميل لأنه صحفي كبير السيدة أضعف الإيمان هو أن جميع لا صحفيين ولا منتقافين ولا فنانا كلهم يترحمون للذكرة السيدة واللي الآن الدهب للرحيل لها كما قال توريا جبران قاسح قاسح لأنه يدخل في إطار واحد الجيل نعيشون نهاية الجيل فنانا الناس ما بعد الاستقلال واللي أعطوه الكثير هي شخصيين أعطات في ميدال إبداع تلفازي إداعي وكذلك المصرح من الصعب من الصعب أن نتفارقهم مع هذه السيدة بكل سهولة لأنها تتكون تورات المغربي تورات لا مادية الإبداع فنقول لك نتمنى لها الرحمة ونتمنى أن الإحياء يطلوا في الداكرة لله الناس اللي هما كانوا مؤسسين لأنه في حال الوقت كان من الصعب أن امرأة تطلع الخشابة خشابة المسرح وهذه ناعمة المشرقية ومن بعد توريا جبران وعدد من الرقراغي كلهم نساء ضحوا داخل داخل المسارح في الخشابة المسارح وكان هذا ما تابت تورا بالنسبة إلى السيكولوجيا لأن المرأة أصبحت الآن محترمة وشي لخدر نقول محمد الله عليها ونقول لا إلقاء وشي الجيل فقدنا وشكيل باديل ديالو كين الباديل ولكن طرق آخر طرق مخالفة لأنه عندك ليسا داك الآن ولو الفنانك تكونوا مسرح وتأطير يعني مستوى عالي والأغلبية ديالهم كلهم كين جعوا الباديل كين موجون غير غير خسنا نأرخو لكل مرحلة وهذا المرحلة هده عندها خصوصياتها وعندها إيجابياتها وطبعا عندها سلبيات نقدر نقوله ولكن سلبيات ماشي خطأ المبدعين والفنانة ولكن الإطار اللي هو ماشي وهذا الآن تكلموا على النمط الجديد للتنمية فخصي يدخل فيه ما هو مادي ما هو إبداع ما هو فن وربما النجاح ديال مبدعين مستقبلا سيكون لابد أنه دازم التأثير ديال هالجيل هالجيل ديال المؤسسين جيت باش نائبة على الأثيقاء ديالي باش في هذا الدفن ديال السيدة أمينة رشيد الاسم المؤلم مسمى السيدة التي كانت تدخل إلى بيوت الشعب كله واليوم رفقدها الشعب ساحل في النياق واليوم كانت طلبوا من الله سبحانه و تعالى باش تكون من ضيوف الرحمن و تكون أنيز في الوحش ديالها وإن لله وإن إليه راجعون قبل ما تخشون لا تنسوا لا تنسوا تابنوا في الاشياء اليوتيوب و تشاركوا الفيديو و تشاركوا و موقع التواصل الشيماعي لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا و تضغطوا الجرس لكي وصلكم جديد الان ترجمة نانسي قنقر